ترجمة نانسي قنقر في هذه المؤسسة العسكرية الشامخة لتطوير القدرات وتعزيزها بهدف تحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم دعم مستمر من قبل صاحب السمو الملكي ألمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء لقوة دفاع البحرين ما كان له الأثر البارز في تطوير الخطط والبرامج التي أسهمت في رفع كفاءة وفعالية الجاهزية القتالية لقوة دفاع البحرين هذه المؤسسة العسكرية التي تحمل باقتدار أمانة المسئولية في ميادين الشرف والفداء الزيارات المستمرة من قبل سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مكنت قوة دفاع البحرين من تطوير الكفاءة والجاهزية العسكرية تدريبا وتسليحا لتكون الحصن المنيع والحامي لسيادة الوطن وترابه الغالي والتوجيهات السديدة من قبل ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ألقت بظلالها على قوة دفاع البحرين لتسطر في سجل التاريخ نموذجا مشرفا يعكس أروع معاني العطاء والتضحية والشجاعة والإقدام إعلاء لراية الحق داخل الوطني وخارجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يؤكد في كل زيارة لهذه المؤسسة العسكرية الشامخة أهميتها باعتبارها شريكا فاعلا يحمل الأمانة بكل إخلاص وشجاعة إعلاء لراية الوطن وصون ما تحقق من مكتسبات تنموية على جميع المستويات